تقترب رفح من مصير يحذر من تداعيته المجتمع الدولي فيما ترى إسرائيل أن نصرها يتحقق فيها وسائل إعلام نقلت أن مجلس الحرب سيبحث غداً الخميس بشكل فوري موعد بدء العملية العسكرية في رفح هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيمضي قدماً في عملياته ضد رفح جنوب قطاع غزة مشيراً إلى أن أربع وحدات قتالية تابعة لحركة حماس موجودة في المدينة وتقول إسرائيل أنها ستعمل وذلك قبل بدء الهجوم على إخلاء المدينة من المدنيين تعارض الولايات المتحدة الأمريكية هجوماً برياً على رفح كذلك عبرت دول عدة عن قلاقها العميق إزاء ذلك بينما اعتبرت منظمة أن إجلاء المدنيين من رفح هو أمر غير ممكن متحدث أوروبي بدوره حذر أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون لها عواقب كارثية موسيقى 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 مباشرة إلى رفح يحدثني من هناك مراسل الحدث أحمد حرب أحمد طحية طيبة أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ويعطيكم ألف عافي في هذه التغطية المستمرة للتطورات في قطع غزة بداية نقف وإياك على آخر العمليات التصعيدية العسكرية التي تم رصدها ولسيما أيضاً فيما يتعلق بتأهب المدنيين في رفح وتخوفهم من شن إسرائيل عمليتها العسكرية هناك نعم حسام يعني العملية العسكرية البرية والتهديدات الإسرائيلية والتصريحات الإعلامية من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية بالتحرك نحو رفح بشن هجوم على رفح خلال الأسبوع القادمة هذا يعني يؤدي إلى خوف وقلق لدى سكان رفح وإلى النزحين فيها وبالتالي رصدنا أن هناك بعض حركة النزوح من مدينة رفح إلى مناطق غرب مدينة خانيونس منطقة المواصف ووسط القطاع لكن هذه حركة النزوحية بشكل فردي وبشكل استباقي من هذه العائلات تحسباً وخوفاً من أن يكون هناك استهدافات وغارات إسرائيلية مفاجئة على مدينة رفح في ضوء هذه التهديدات الإسرائيلية ولكن عملياً حسام حتى اللحظة لا يوجد أي مؤشر لقرب هذه العملية أولاً لأنه حتى هذه اللحظة الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تلقي منشورات لم ينشر الجيش الإسرائيلي خرائط يحدد فيها المربعات والبلوكات التي سوف يقوم باستهدافها والتوغل فيها في هذه العملية وبالتالي العملية وقربها مرهون بهذه الخطوة الخطوة التي تسبق هذه العملية تنشر المناشير هي إجلاء المدنيين وهذا حتى اللحظة الجيش الإسرائيلي لم ينشر أي المناطق الإنسانية الآمنة التي سوف يوجه النازحين وسكان مدينة رفح إليها هناك أحاديث إعلامية هيئة البث الإسرائيلية تقول بأنه منطقة غرب خان يونس ومناطق وسط القطاع هي هذه المنطقة التي سوف يوجه الناس إليها والنازحين وسكان رفح في حال كانت هناك عملية وشيكة على رفح لكن عمليا وعملاتيا حتى اللحظة لا توجد أي مؤشرات لأن هذه العملية قريبة جدا لأن الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة لم يقوم بتحشدات أو حسود على الأقل على الأطراف الشرقية لمدينة رفح أحمد بعد صور الأقمار الصناعية رصدت عدد من الخيام التي يتم نصبها في المناطق التي أيضا تم التسريب أنها ستكون المناطق الآمنة ما دقة هذه المعلومات؟ حتى للدقة حسام هذه الخيام التي تم تصويرها سواء من الأقمار الصناعية أو حتى من كاميرات وسائل الإعلام في قطاع قنز هذه هي في منطقة الموافق الغرب بنينة خان يونس لكن من يقوم بإنشاءها هي منظمات دولية كالصليب الأحمر وأيضا بعض المؤسسات المحلية العاملة في قطاع قنز التي رأت أن هناك تكدس في مدينة رفح في مراكز الإواء في المستشفيات بعد أن يتم إنهاء ونصب هذه الخيام سوف تكون هناك دفعات من النازحين المتواجدين مثلا في مستشفى غزة الأوروبي شرق رفح تدعو هذه المؤسسات هؤلاء النازحين بالتوجه إلى هذه المناطق حتى يتم إفراغ هذه المشافي ليست بالضرورة مرتبطة بالعملية العسكرية في رفح؟ إلى حد ما حتى هذه اللحظة إلى حد ما هي غير مرتبطة أقل وليس هناك ارتباط مباشر بكل تأكيد هناك ربما ارتباط ثانوي أن في ضوء هذه العملية باشرت بعض المؤسسات بالتزامن قامت بعض المؤسسات بإنشاء هذه الخيام أحمد المنطقة الآمنة التي تم الحديث عنها خلال الأيام الماضية والتي يقال أيضا أنها تمتد من المواصي حتى النصيرات ماذا نعرف عن هذه المنطقة حتى الآن؟ هذه المنطقة حسام هي تمتد على 12 كيلو مترا على طول الساحل البحري أو الغربي لمدينة غزة أو لمدينة خان يونس هي تشكل ثلاثة بالمئة من مساحة قطع غزة مساحة قطع غزة 336 كيلو متر مربع وبالتالي هذه المنطقة تشكل ثلاثة بالمئة من هذه المساحة أيضا حسام هناك نقطة مهمة هذه المناطق هي الآن يوجد بها مئات ألاف النازحين الذين نصبوا الخيام منذ الأيام الأولى للحرب الإسرائيلية على قطع غزة وبالتالي كيف سيفسر الدفع بمئات الألاف أيضا من رفح إلى هذه المناطق وبالتالي هناك تحضيرات أممية ودولية من أن تكون هناك تكدس والضحام وبالتالي الاستجابة الإنسانية سوف تكون صعبة من هذه المنظمات بعض المنظمات ستعمل على إنشاء نقاط طبية ومستشفيات والأهم من ذلك عندما في حال كان هناك عملية عسكرية مع أبو الرفح وكرم أبو سالم هي نوافذ لدخول المساعدات وبالتالي أي عملية عسكرية سوف تؤثر على إدخال هذه المساعدات وربما يكون إغلاق للمعبرين وبالتالي الأوضاع الإنسانية سوف تتأزم أكثر نحن سنكون معك في متابعة دائمة أحمد لهذه الجزئية تحديدا كل الشكر لك حتى الآن ويعطيكم ألف عافية في هذه التغطية المستمرة لهذا الملاف كان معي من رفح جنوب قطاع غزة مراسل الحدث أحمد حر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر